موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من التلفزيون الأردني أكد جلالة الملك عبد الله الثاني اعتزازه بأبناء عشائر الشيشان وبدورهم الكبير في بناء الوطن وتطوره ونهضته واعتبر جلالته أن المرحلة المقبلة مهمة في تاريخ الأردن يجب أن يحرص الجميع على أن تكون مرحلة الإنجاز والتنفيذ وقال جلالته خلال لقائه ممثلي عشائر الشيشان في الديوان الملكي الهاشمي إن التحديات أمامنا كبيرة ولكن الفرص أيضا كبيرة وأنا متفائل بالمستقبل طالما نعمل بروح الفريق الواحد ووجه جلالته الحكومة بالتنصيق مع الديوان الملكي الهاشمي للعمل على تلبية الممكن من مطالب واحتياجات عشائر الشيشان الذين يأتي اللقاء بهم ضمن لقاءات جلالته الموصولة مع مختلف العشائر الأردنية في مختلف محافظات المملكة وأمر جلالته بتقديم الدعم المادي اللازم لعدد من الجمعيات والأندية والمؤسسات الشيشانية وعرب رئيس المجلس العشائري الشيشاني الشيخ عبد الباقي قمو في كلمة له خلال اللقاء عن التفاف عشائر الشيشان في المملكة حول قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني واعتزازهم وتقديرهم لجهود جلالته في قيادة عملية الإصلاح الشامل الذي من شأنه الارتقاء بمستوى حياة المواطنين في شتى مواقعهم ووضع الأردن في مصف الدول المتقدمة وقال قمو إن ولاء عشائر الشيشان للعرش الهاشمي متجذر منذ نشوء الدولة وهم حريصون على خدمة الأردن وقيادته بكل ما يمتلكون من خبرات وإمكانات تسهم في استكمال مسيرة البناء والتقدم تحت ظل الراية الهاشمية